السبع مساء يغلق باب الترشيح لانتخابات مجلس إدارة الأهل عارفين حضراتكم أنه الانتخابات تجرى يومي 25 و 26 نوفمبر إن شاء الله طبعا الكل يحب يتطمن على كابتن محمود الخطيب اللي دخل مبارح المستشفى يعالج من بعض المتعب الصحية الطراءة اللي ألمت به بعد الحفل الكبير اللي شفتوه مبارح حضراتكم واستمتعته به كابتن دخل المستشفى الحمد لله الحالة مطمئنة جدا يمكن النهاردة حصل كونسولته ما بين الدكتور أحمد فرهود الطبيب المعالج له والدكتور حازم ياسين طبيب العيون كان فيه كونسولته معاه النهاردة في المستشفى اتطمنه على الحالة بشكل جيد جدا خلال ساعات يخرج الكابتن الخطيب إن شاء الله من المستشفى فأنا بس عادينا نوضح الدكتور فرهود ده دكتور المخ والعصاب والعمود الفقري والدكتور حازم ياسين ده دكتور العيون والاتنين اللي بيبشروه كان كل المسألة هل هناك علاقة بين هذا وذاك في الزل ضغط العمل وال لا ضغط ايه ده الشهر اللي فات شاف ثلاث أحداث من أعلى ما يمكن كابتن الخطيب كان يوقف بالساعات على المسرح يتحامل ويشرح ويقول ويكرم فمجهود خارق طبعا يضف إليه الاستعداد للاتخابات ودي فيها اجتماعات من الصبح يعني كان يطلع من اجتماعات مع لجنة الحكماء إلى المسرح مجود خارق بزله الكابتن الخطيب كان من أثره أنه شعر بهذا الإرهاق واللي كان فيه خشة يكون له علاقة بمشكلة العين لكن انت تطمنت من من كل المحطين بالكابتن الحمد لله الكنسولتو الطب اللي اتعامل طمنه على حاله بشكل جيد خضع لبعض الفحوصات وبعض الأشعات الدقيقة المهمة لكن الحمد لله الى الطباء طمأنوا تماما وخلال ساعات يغادر الكابتن الخطيب بسلامة الله المستشفى دعا الكابتن الخطيب اشتركوا في القناة